كان على برنامج سلسلة اللقاعات التي يجريها وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والشاديين بالخارج والتعاون الدولي السفير محمد صالي النظيف كان هناك لقاعان مدرجان في جدول أعمال هذا اليوم ولا ذلك كان لقاعه الأول مع السفير المفوض فوق العدل للمملكة المتحدة لدى البلاد جوندين وفي الأسنى تباحث الجانبان حول مختلف القضايا المشتركة المهمة التي ترتبط بعملية تعزيز العلاقات بين البلدين هذا فإن اللقاء الثاني استقبل فيه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية محمد صالي النظيف الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بئسة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أبدالله باتيلي الذي صرح لدى خروجه بأنه في جولة رسمية في دول جنوب ليبيا وفي هذا الصدد قال باتيلي أن زيارته لشاد تأتي في إطار مسائل أمم المتحدة لهل الأزمة في ليبيا ولكشف عن تفاصيل مبادراته يقول أنه لا يمكن أن تكون هناك انتخابات في ليبيا في ظل الانقسامات والتحديات الأمنية الحالية لذا يدعو الدول المجاورة لتكسيف مراقبة حدودها ترجمة نانسي قنقر